ذكرت كاتبنا الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ده لازم أسامة أنور عكاشة هو اللي اكتشف لوسي هو اللي قدم لنا لوسي هو لما أسامة أنور عكاشة يبقى وراكي وبيدعمك في الزمن أنت كنت لسه طالعة بسيطة وصغيرة ولسه بتحبي زي ما بتقولي يعني أسامة أنور عكاشة عمل إيه قالك إيه لوسي مش عايزين نتأثر أرجوكي أما ماسك نتفي لما تقتنعي بحاجة ويكون اقتناعك صح بتفرحي أما روحت قبلهم في التلفزيون طبعا أنا معرفش شكل الأستاذ أسامة الله يرحمه وشكل الأستاذ سمعين رحمة الله عليهم جميعا بس دخلت لقيت صفوة نجوم ليالي الحلمية قاعدين وأنا كان درس العقل خارم خدي وراحة بقاعة بس يعني لسه المعاد غير المعاد بتاع الدكتور فدخلت بسأخير بسأل نور آآ قعدت الكلام كان كتير قال لي آآ انت يا أنيسة واحد قاعد آآ لابس جلبية فلاحي أو صعيدي فما عرفش مين الأنيسة دي وانا متجوزة فمش عارف هو بيقول على مين يعني قال لي انت يا أنيسة قلت له حضرتك أنا مدايب قال لي اسمك ايه اتغسط قلت له اسمي إنعام قال لهم فين لوسي قلت له أنا لوسي يا فندم قال لي اقري وهم دق مني قوي قلت له اقرأ ايه حضرتك قال لي اقري المشهد ده فتحكت ورحت اقاي قلت له بس حضرتك لو انا ممثلت الممثلات الجمدية قوي 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 وحضرتك واختتيني كده هو خطفتيني وبتقول لي اقري هقرأ مني البستيني لو حمثل زي الزفن واحدين حضرتك في ايه يعني متكلمني كده ليه فقال له يا وحيد استاذ وحيد محب ومساعدة قدي للأناسة دي المشاهد وقل لها هنعمل ايه بعد بكر فخرقت قلت له هو عصبك ده مين الرجل ده قال لي ده المخرق قلت انا مش عارفة مين ده قال لي لا لا بس ده هو طيب قوي اسماعيل عبد الحافز ده طيب قلت له ايه بس ليه هو عملني كده ما يعرفنيش ولا انا عرف قال لي بس خدي بس المشاهد دي وتعالي بعد بكرة ان شاء الله وروح للدكتوري الحقي ومش عارف ايه رحت لهم بقى بعد بكرة مش عارفة مامي ايوة كنت انا وانا اللي في كان يوم مطر وانا كنت لابسة جاكت فضر ماضي كده ام وبنطلون اسود وروحت التلفزيون بتاكس في المطر اه مش عارفة بقى ودخلت بقى وقعدت على المكتب كده مستحلفة بقى مستحلفة بقى حتبقي فضجل لاحساسك بالجملة فارح تتخلاله بقى انعام سلوسة بتعمل دور سماسم على الورق هي قعدة وانا قعدة كده يعني ما بتحن هي بتقول لي يعني ما بتحنش للكر يا بيت قلت له اسكوتي قابليتي ده انا بخلي زكريا ينزل من هنا وتحزم وقف قدام المراية وهاتك يا رأس والسكر غيلي وانا حايلوبي السكر قال لي يا خرب بيتك قلت له تاني قال لي اي يا نسا قال لي يشوفك من يومين ما تشوفكش النهاردة قلت له اول هانا حضرتك دخلت كده هو على طول خضتني عرفت بقى لما انا مشيت ان الاستاذ اسماعيل قال لا 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 دي ما تنفعش رد عليه الاستاذ قسامة الله يرحامهم هما الاتنين يا رب قالوا لا ما تنفعش دي تنفع ونص هو حط ثقة في البنت اللي شافها دي الاول مرة وشافها بعفوية وهي بتكلم بطبيعة ومش خايفة من حده وبتقول لا الطريقة مش حلوة وانا مش انسا انا ما ديام ودرس العقل بيوجعني والممثلين كلهم قاعدين لو انا حقرة كده هبقى وحشة جدا هدرسك لازم تديني فرصة اعرف انا هعمل ايه وكده فبعد كده بقى بقيت انا والاستاذ اسماعيل عبدالحافظ يعني دماغ وطقير انا وهو حب ما بعده حب راخر انا اتأثرت جدا بموتهم جدا يعني بقاء لله طبعا وبقى هو يبعث لي حاجات ما لهاش دعوة بالاستاذ اسامة مش الاساس اسامة اللي كاتبها يعني انا عملت مع الا استاس اسماعيل عملين او تلاتة مش اساس اسامة مش اساس اسامة لا لوسي كتيم حلو عليك رحلهم رحلهم الاتنين فرق معاكي مهنيا طبعا طبعا الله يرحمه استاذ اسامة في كناريا والشركان مثلا في قرابيسك كلمني في تليفون ما كانش فيه موبايلات قال لي انا عايزك في مسلسل اسمه والشخصية كذا 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 قلت له انا مع حضرتك رحت وكان اليوم ده عيد ميلاد ماما هودا سلطان الله يرحمها حبيتش تعلمت منها حاجات كتير قوي رحت رحى شارع فيصل الله يرحمه اشتريت ندارة كان شعري وقتها طويل كده حطيت بندانة كده والبي سدريلي وتشيرت وجبت تورتاية ودخلت الستوديو عايزين تطلع فصل ولا لا لا لسه نعايز اكمل لو عايزين وروح تدخلها على الستوديو اساس جمال عبد الحميل قاعد جنب اساس اسامة عمل ازاي انوار فانا واخدت تون قلت له مين انوار ايه يا اساس كمالة هو صاحبي جدا قلت له انا لوسي قال لي لا 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 دي الشخصية دي انوار وراح باصس لأستاذ اسامة كده قال له يا مدام لوسي اللي حتلعب عنوار قال له ايوة قال له بجد قال له انت شايف ايه قال له لا ابصم بالعشرة ابصم بالعشرة فانا كنت مع الاستاذ اسامة يرفع سماعة التليفون كناريا وشركاء كلمني وانا في امريكا ايه يا ساتي في امريكا قلت له في لاس فيجاس بها اسكت ده انا خسرت الدولار ايه انا ما بحبش الامار بحبش انا عملها ايه ايه بس باي زويه كده ايه ايه لمباطة غررل قال له شريرة ايه ده ده تمثيل وده دور مهم جدا للنيو والنسبة وفعلا من اصعب ادوار ده صعب قوي اللي انا عملتها من اصعب ادوار اللي انا عملتها من اصعب الادوار بتذكري ازاي الادوار الصعبة دي وانتي اصلا راقصة استعراضية يعني انت روحتي الادوار مركبة ادوار صعبة جدا وانتي ازاي بتذكري الادوار دي هقول لك حاجة انا اكتشفت واللي خلاني اكتشف ده الاستاذ الكبير العظيم عزة العليلي كنا بنعمل فيلم اسمه عودة الهارب وبنعمل هو قاعد مسك الاسكريبت وانا مسك الاسكريبت فقال لي لوسي انت بتحفظي سمعي ولا بصري حفزك ازاي قلت له انا بحب اسمع وانا فحلا يعني ممكن اي قرآنية اما اسمحها احفزها اكتر من انا اقراها من هنا بطلت لازم اقرأ الموضوع او اقرأ الدور وممسكش الاسكريبت تاني الا عشان احضر المشهد اللي هعمله بيخصصولي حد يقرالي بقى ده مش مع ان انا بعرفش اقرأ بس وممكن اصلح بعض الكلمات ممكن المشهد اللي هقوله يبقى ناقص اا شطرتين جملتين حاجة فالسمع بالنسبالي بيخليني منتبهة اكتر من ان انا طيب تقني وانا عندي عيب في القراية انا بقرأ بدماغي اكتر ما بقرأ بعنايا سبقى الكلام تتبقى لا يعني مثلا شفت مكتوب حجر اقول ايه حر انا شفت اول حرب ايو 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 جوز يقولي بطلت اقري بدماغك اقري بعنيكي اقري بعنيكي فبقيت بطلت ان انا قرأ بدماغي حتى ابني طالعة زي ما يجي يقرأ العربي برضو لزيز قوي ياخد او يقولي يا مامي الانجلش كده اصله اتاخدي اول بتاعه وخلاص مضبوط فبطلت العادة دي وتعودت او عرفت ان انا عندي اه ملكة السمع ان انا اسمع واحفظ يعني انت لو حكتيلي حكاية اروح احكيها كما انزل زي ما انت قلتها لي بالزبط هرجعك بقى لان انا اعتذرت عن ادوار كتير وخدت ادوار اقل من اللي انا اعتذرت عنها عشان انا عايزة العمل اللي انا اعمله يعيش انا هموت انه مش ريت ما بيموتش الزكرة ما بتموتش زي الفيلم اللي انا عاملاه وراء الجمعية الزكرة عمرها ما بتموت صرت البني ادم ما بتموتش تفضل عايشة معها لما لا نهاية زي عبدالحليم حافظ عاش لنا صوته وصرته زي كل العزماء فانا باخد البسيط اللي له عمويد مسكة نفسها عشان يفضل عايش بسكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة